تماشى الموقف الأمريكي مع ما خرج به مؤتمر أصدقاء سوريا الذي دعا إلى وقف العنف في البلاد بالتوازي مع الدعوة العربية إلى إرسال قوات عربية وأممية إلى سوريا لمراقبة حفظ السلام والأمن ووقف العمليات الأمنية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان يتابع تطورات المؤتمر المنعقد في العاصمة التونسية أبدى ارتياحه للوحدة الدولية المتجلية في المؤتمر داعيا إلى السعي لوقف المجازر أن كل من يتابع الصور الفضيعة في سوريا وحمس يدرك أن على المجتمع الدولي أن يكون حازما للتأكيد للرئيس الأسد أن الوقت حان لمرحلة انتقالية حان الوقت للتغيير ولوقف القتل على يد الحكومة والاجتماع اليوم في تونس أوجد إجماعا عالميا على أهمية العمل لوقف كل أشكال العنف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت أنه ينبغي أن يسعى المجتمع الدولي إلى تغيير موقف الصين وروسيا في مجلس الأمن لوقف القمع ينبغي أن يدركوا أنهم يقفون ليس في وجه تطلعات الشعب السوري فحسب وإنما الربيع العربي برمته وكلما أسرعت البلدان في دعم التحرك في مجلس الأمن كلما أسرعنا في الحصول على قرار يسمح باتخاذ إجراءات ندرك جميعا أنه ينبغي اتخاذها من المؤسف جدا رؤية عضوين دائمين في مجلس الأمن يستخدمان حقهما في النقد عندما يتعرض الناس للقتل من نساء وأطفال وشبان شجعان إنه أمر مشين وأتساءل إلى جانب من يقفان من الواضح أنهما لا يقفان إلى جانب الشعب السوري وأكدت كلينتون أن أيام الأسد في السلطة باتت معدودة مبدية أسفها لارتفاع عدد القتلى قبل رحيله ترجمة نانسي قنقر